الآن إلى العراق إذ أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي أهمية الحوار الجاد والتفاعل أو الفاعل للوصول إلى مخارج سياسية للأزمة الرهنة وأكد صالح والكاظمي خلال لقائهما ضرورة التوصل لحلول تأخذ بعن الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين كذلك كما أكد على ضرورة تتمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل تواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية وترسخ الأمن والاستقرار أكد وزير الدفاع العراقي الأسبق والقيادي في تحالف العزم خالد العبيدي أن الجيش العراقي يقف على الحياد من الأطراف ولا يمكن أن يتدخل في الصراع السياسي الجاري إلا في حالة واحدة فقط هي أن يتطور الصراع إلى حرب أهلية تصريحات العبيدي جاءت في حلقة جديدة من برنامج مع جزال تبث الليلة على سكاينيوز عربية إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وصراع لا سامح الله في مجال الحرب الآلية أكيد سيكون هناك تدخل للجيش من أجل إيقاف بالقوات الأمنية الأخرى بما فيها الحشد الحشد هي أيضا مؤسسة أمنية تخضع للقائد العام للقوات المسلحة الجيش إذا وصل إلى هذا الحد أكيد سيتدخل من أجل فرض النزاع ولكن أنا واثق بأنه الجيش سوف لن يكون جزء من هذا الصراع السياسي وهو الآن على الحياد وأداء مهني بامتياز عالي جدا وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مرسلنا حيدر الأسادي حيدر مرحبا بك معنا إذن ما هي التفاصيل الكاملة ما بين اللقاء اللي جمع كل من رئيس البلد ورئيسي وزرائه وأيضا آخر ردود الفعل المرصودة إزاء مبادرة الصدر الأخيرة يعني الجميع الآن يبحث عن حلول للشرط الذي وضعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مبادرته الأخيرة وهو تصفير العملية السياسية وعدم اشتراك جميع الشخصيات والأحزاب والتيارات ومن ضمنها حتى التيار الصدري عدم اشتراكهم في الحكومة المقبلة أو الانتخابات المقبلة كي يجلس التيار الصدري إلى طاولة مباحثات ويبحث المرحلة اللاحقة هذا الشرط اعتبرته أو رفضته أغلب القوى السياسية وبالتالي رأينا اليوم حراك سياسي كبير بين مختلف الأطراف للبحث عن حلول للأزمة السياسية الراهنة خصوصا إيمان وأن مقتدى الصدر أعطى مهلة 72 ساعة فقط للرد على مبادرته وانتهاء المهلة يتزامن أيضا مع قرار مرتقب للمحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب من عدمه كل هذه التطورات حدث بالشخصيات العراقية اليوم الرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية أن يقوم بحراك سياسي سواء مع ممثلة الأمم المتحدة أو الشخصيات السياسية الأخرى للبحث عن مخرج وحل هذه الأزمة التي يبدو أن أفق الحل فيها يضيق شيئا فشيئا لا حلول حتى الآن لهذه الأزمة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية وما ستعقبه أيضا من تطورات أو خصوصا بعد تلويح التيار الصدري بأن التحرك الشعبي جاهز إذا ما جاء قرار المحكمة الاتحادية مخالفا لتطلعات التيار الصدري أيضا هناك تطور لافت وجديد وهو تقديم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لائحة برد دعوة المقدمة من قبل التيار الصدري إلى المحكمة الاتحادية وهذا تطور جديد وكبير بأن أغلب القوى السياسية الآن ومن ضمنها حتى الرئاسات الثلاث اليوم هي معارضة لمسألة حل البرلمان بالصيغة الحالية بالطريقة الحالية وإنما حل البرلمان بالصيغة الدستورية هذا يقودنا إلى أن المرحلة أو الأيام القليلة أو الساعات القليلة المقبلة قد تشهد العديد من الأحداث طيب ولكن بالنسبة للرأي العام في الشارع العراقي كيف يتفاعل مع هذه التطورات مع الطرح الجديد من اجتثات كل الطبقة السياسية التي ساهمت وشاركت في الحكم في العراق منذ 2003 هل تلقاها بإيجابية أم بسلبية هل هذا يعني أن الأزمة إلى مزيد من التعقيد أنه لا مجال لا أفق أمام الحوار الشارع العراقي يأمل أن يطبق هذا الأمر أن يصحوا غدا ولا يرى هذه الطبقة السياسية ولكن الشارع أيضا يدرك تماما أن هذا الأمر ليس بالأمر السهل وقد لا يحدث بصورة سلمية وقد لا يحدث بصورة هادئة وإنما حصول هذا الأمر يتطلب إما مواجهة يتطلب تصعيد يتطلب ضغط وبالتالي لا أحد يتوقع من القوى السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم أن تسلم بالأمر الواقع أو تتجاوب مع مطلب أو شرط التيار الصدري بأن تنسحب من العملية السياسية حتى وأن انسحب التيار الصدري أيضا في المقابل هكذا يستقبل الشارع العراقي يريد إزاحة الطبقة السياسية ولكنه يخشى من العواقب وآلية إزاحة هذه الطبقة نعم شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات من بغداد مرسلنا حيدر الأسادي ترجمة نانسي قنقر